قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستستأنف عمليتها العسكرية من حيث توقفت بشمال شرق سوريا وستسحق رؤوس الإرهابيين على حد وصفه إذا لم ينفذ الاتفاق المبرم مع واشنطن بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة تنفيذا كاملا كان أردوغان قد وافق خلال محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي ماك بينس يوم الخميس على وقف الهجوم التركي خمسة أيام لإتاحة الوقت أمام المقاتلين الأكراد للانسحاب من منطقة آمنة تريد تركيا إقامتها في شمال شرق سوريا قرب حدودها ومن المفترض أن تمتد المنطقة الآمنة المزمعة لعمق يتجاوز 30 كيلو مترا داخل سوريا وقال أردوغان إن المنطقة الآمنة ستمتد نحو 440 كيلو مترا من الغرب إلى الشرق على الحدود لكن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا قال إن الاتفاق يغطي منطقة أصغر وهي تلك التي تقاتل فيها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضة السورية وقال أردوغان أيضا إن التركيا ستقيم نحو 12 موقع مراقبة في شمال شرق سوريا وإنه سيجري محادثات مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بشأن الخطوات التي ستتخذ في المنطقة الآمنة الأسبوع المقبل وقالت وزارة الدفاع التركية إن 14 هجوما استفزازيا انطلقت من سوريا في الساعة ال36 الأخيرة